بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في دروس الملكة الفقهية ما زلنا في أبواب النكاح ومعنا اليوم باب يتعلق بمعاشرة النساء أو العشرة بين الزوجين اسمها المؤلف كما عندكم باب عشرة النساء وقبل أن ندخل في التفاصيل أكيد قرأتم قبل الدرس ستتلحظون يلزم كل من الزوجين حليس كذلك؟ والزوجين والزوجين كررها مرارا لكنه في الباب قال باب عشرة النساء لماذا لا يكون الباب باب عشرة الزوجين أو العشرة بين الزوجين وعاشرهن الخطاب موجه للذكور وعاشرهن طيب أغلب الأحكام متعلقة بالرجل كل حكم في هذا الباب سيكون حق لشخص وحق على الآخر هل في شيء يخرج من ذلك؟ أو أدب من شخص يستحب أو الأولى له امتتاله رعاية لحق الآخر أو أن غالب الفقه أصلاً يكتب موجهاً للرجل وإن كانت المرأة تدخل في ذلك ما رأيكم؟ قواماً بيد الرجل فكيف يعاشر؟ ترى الباب لو تؤمن من جانب آخر يعني يبدو أن الآن من البداية الفقه سيركز على حقوق المرأة على الرجل هنا فهضم حق المرأة يعني متوقع فنبهه على أنها باب عشرة النساء حق النساء عليك وإن كان الباب يتضمن حقوق أيضاً الرجل على المرأة من باب التنبيه إلى حفظ حقها إلى حفظ حقها طيب هذا وجه أيضاً وجه آخر لو أحسن الرجل ستحسن المرأة جميل هل لو كتب هذا الباب بقلم النساء ستختلف بعض الأحكام ستختلف إذن نجعله واجباً على النساء أو واجباً على الجميع ليكن هذا النشاط الأول نستفتح به هذا الفصل لهذا الباب يعاد صياغته بقلم امرأة نرى هل ستختلف بعضها النساء يكون موجه يكتوب بقلم امرأة موجهاً لامرأة مباشرة أي تختلف ستختلف جيد باب عشرة النساء طبعاً لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو أعلن بخلقه نص على ذلك في كتابه بهمية هذا الموضوع أعشرهن بالمعروف لهن مثل الذي عليهن معروف وغيرها من الآيات التي نصت على الحقوق المتعلقة أو الحقوق المرأة على زوجها أو الحقوق المتبادلة أو الحقوق المشتركة بين الزوجين وذلك يعني ما نص الله عليها إلا ليهميتها لأن بها تقوم الأسرة وبقيام الأسرة واستقرارها يقوم المجتمع لا يمكن أن يكون عندي مجتمع سوي فيه أسر مفككة فإذا كان الصراع داخل الأسرة داخل الأسرة التي يفترض فيها أن تكون المكان الآمن والمستقر والمريح للإنسان أو لزوجه أو أيضاً أبنائه وبناته إذا كان هذا البيت غير مستقر باب أولى أن يتأثر ما بعده ما بعده ولهذا فالأصل أن يكون هذا البيت وهذا الزوج لزوجته والزوجة لزوجها سكن صح ومودة ورحمة وما إلى ذلك فلهذا اهتم الله يعني ذكر الله حكمها في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من هذه الأحكام في عدد من الأحاديث النبوية واهتم الفقهاء بأحكامها فأفردوا لها فأفردوا لها باباً مستقلاً وهنا قبل الخوض في هذا الباب ينبغي أن نفرق بين أمرين أن نفرق بين أمرين ولعلي كررت هذا الأمر أكثر من مرة الفقيه يكتب بقلم المفتي ويكتب أيضاً بقلم القاضي لعلي بدل ما نستخدم عبارة قبعة قبعة المفتي وقبعة القاضي لأني ما أذكر أني رأيت مفتياً لابساً قبعة لنقول أنه أحياناً يلبسوا مشلحة أو عباءة القاضي وأحياناً يلبسوا عباءة المفتي فهذه الأحكام سيكون جملة منها أحكام هي من قبيل الفتوى وأحكام هي للتقاضي عذراً أقول أن هذه الأحكام جملة منها ستكون أحكام راجعة للفتية وأحكام راجعة للقضاء ولا شك أن بين الجانبين تداخل ظاهر يصعب أن تميز أحكام هذا في باب وأحكام هذا في باب ولأنها تصعب سأجعلها واجباً إن شاء الله هذا الواجب الجماعي الذي نشترك فيه أريد أن تميز هنا بين الأحكام التي طابع القضاء فيها أظهر والأحكام التي طابع الفتية فيها أكثر فأرجع للنقطة التي ابتدأت منها أقول أن الفقع هنا يذكرون جملة من الأحكام من باب أن هذه الأحكام يحتاج إليها القاضي أو يحتاج إليها عند التقاضي وليست هذه المحاققة أو التمييز الدقيق بين الحقوق هذا حق لهذا وهذا الحق لهذا هذا هو المراد في الحياة الزوجية أن كل واحد يأتي عنده كذا قائمة هذه حقوقي عليك يجب أن تنفذها أخذ معي قائمة واحد اثنين ثلاثة نفذتي الحقوق التي لي عليك وهي معها قائمة حقوقي كذا وكذا ويؤشر أنه تم تنفيذ المطلوب لا ليس هذا المراد في الحياة وإنما هذه الإجراءات الصالمة أو الخطوط الفاصلة الواضحة بينما هو حق وبينما هو مستحب يحتاج إليه أين عند التقاضي فالقاضي وإن كان سيحاول الإصلاح بين الزوجين في البداية لكن مهمتها الأساسية هي الفصل في الخصومة صح أو لا يعني ما يستطيع القاضي يقول أوه أنا لم أستطيع أن نوفق بينكم للأسف يذهبوا لشخص آخر يستطيع أن يقول ذلك مهمة أن يفصل في الخصومة لو استطاع الصلح فهذا الصلح خير لكن مهمة الأساسية أن يقوم بالفصل في هذا الحكم ولهذا هو يحتاج إلى معايير واضحة وإلى خط فاصل دقيق ظاهر جدا ويتجدون أنه يحسب باليوم والليلة أليس كذلك؟ لأن دعوة سترفع أقل من كذا ليس لك حق أو ليس لك حق أكثر من كذا لك حق أو ليس أو لك لك حق واضح؟ فمثلا لا يريد الفقهاء أن الزوج يجامع زوجته مثلا كل أربعة أشهر مرة صح الله؟ لو سألته يقول ينبغي على الزوج أن يعف زوجته وينبغي على الزوجته أن تعف زوجته وينبغي عليهم أن يعيشوا في ويؤام ويراعي كل شخص منهما أن يراعي كل منهما الآخر في ذلك لكن عند التقاضي نحتاج إلى حسابها حسابها باليوم عندما يسافر الزوج لبعض الأعمال ويتغرب عن زوجته فإنها لا شك أنها تحتاج إلى رجوعه أليس كذلك؟ فعندما يحددونها بالضبط المدة التي قبلها ليس للزوجة أن تطالب برجوع الزوج وما بعدها لها أن تطالب برجوعه وإلا نعم يفسخ ويطلق هذا ليس المراد أن كل زوجة مثلا أن تطالب بعد هذه المدة ويعني خلاص لا بد أن تطالب هذا الحق الذي ذهبت للقاضي هذا الذي سيحكم به وفي المقابل ليس يعني هذا الكلام موجه للزوج فنقول له تغرب ستة أشهر إلا يوما ثم أرجع حتى لا ترفع عليك دعوة لا لا يقال هذا له بل يقال له يعني ينبغي لك أن تراعي حاجات زوجتك ويقال للمرأة ينبغي لك أن تراعي ظروف العمل وظروعة الظروف السفر ونحو ذلك لكن هذا كله أين قبل مجلس القضاء لكن عند مجلس القضاء يفصل متى سافرت سترجع إلى خيار الآخر واضح لأن القضاء يحتاج إلى ذلك ولهذا الحياة الزوجية المستقرة لا يلزم أن تقوم على الحقوق الفاصلة بين الاثنين المحاققة صح الله وإنما تقوم على ماذا على المسامحة والمدارات والمراعاة صح هذا يتغاضى قليلا وهذا وهي يتغاضى قليلا هي تقدم أحسن ما عنده ويقدم أحسن ما عنده وهلما جرع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمنون مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر فينبغي أن ينظر إلى جملة الحياة الزوجية سيغضبه شيء أو يزعجه شيء ويرضيه ويرضيه شيء آخر ويرضيه شيء آخر عسن أن تكرهون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقع قال سبحانه أيضا هذا قال سبحانه أيضا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه ما يسلح بينهما الصلح والصلح خير والصلح خير لكن إذا أتيت لمجلس القضاء سيكون شيئا آخر يقال هذا لك وهذا ليس لك ويقال هذا لك وهذا ليس وهذا ليس لك وهلهم مجرد تتبين وتتضح الحقوق بشكل واضح تماما ولهذا أعيد أن الفقهاء عندما يذكرون هذه الأحكام هم يحتاجون إلى ذكر التفصيل الدقيق لأنهم يحتاجون إلى فصل الخصومة في مجالس القضاء وأما الحياة الزوجية فإن مبناها على شيء أعظم من ذلك شيء مبناها على السكان على المودة على الرحمة الزوج تغاضى قليلا والزوجة تتغاضى قليلا الزوج يستوصي بمرأته خيرا والمرأة تراعي حقوق زوجه وتعاشره بالمعروف كما يعاشرها هو أيضا بالمعروف طيب من الأشياء التي يعني يحتاج إليها ولم يغفل عنها الفقهة قديما ولعلهم يعني بنوا بعض الأحكام عليها أيضا هي فهم طبيعة المرأة وفهم طبيعة الرجل ابتدأ المؤلف بتعريف العشرة قال وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام لاحظوا الآن قال يلزم كل من الزوجين العشرة ولهذا السؤال الذي سأبدأ به هذه الفقرة هل الأحكام المذكورة في هذا الباب أحكام واجبة أم أحكام مستحبة في الواجب في الواجب في المستحب طيب ما المعيار في التفريق بين واجب ومستحب نصوص شرعية يعني لا فرق بين هذا الباب في استدلالة الفقهة وبين ما سواه من الأبواب كذا فهناك الواجبات هي الواجبات هنا والمستحبات هنا هي المستحبات هنا وهذا الباب ليس له خاصية تميزه في الترزي بين الواجبات والمستحبات هناك خاصية العرف العرف لأن هذا الغالب على الباب العرف جميل هذا الواجب الآخر الذي كاتبه عندي يديه أعطيكم إياه ما المسائل التي بناها الفقهة في هذا الباب ما المسائل التي بناها الفقهة في هذا الباب على العرف جميل وما المسائل أيضا التي ذكر الفقهة حكما ثابتا غير متغير بناء على العرف وترى أنت أن هذا المفتر أن العرف هنا لا بد أن يتغير فيتغير الحكم سترحظون في الباب أن هناك أشياء رجعت للعرف وأشياء بنيت على العرف وذكر الفقهة لا حكما ثابتا وأن ترى أو يمكن أن يقال فيها دعنا نكون العبارة أعام حتى لا تقعوا في حرج أنه يمكن أن يتغير هذا الحكم بناء على تغير العرف المسائل التي مرجع الفقهة التي وضعوا فيها حكم هي العرف إنعم الآن ستقرأ في هذا الباب أشياء ما حكمها يقال بالمعروف أو بالعرف أو راجعون إلى العرف أو نحو ذلك جيد وستجد مسائل أخر ذكر الفقهة لها حكما معينا فإذا بحثت عن مستند هذا الحكم وجدت أن مستنده العرف فهل بتغير هذا العرف يتغير الحكم واضح؟ طيب النقطة الثالثة فيه ما رده الفقهاء أو بناه الفقهاء مراعاة للخلقة خلقة الإنسان أو الجبلة جبلة الإنسان يعني بنوها على أحكام لأن طبعا ننتج التعليل هكذا لكن لأن الله خلق الإنسان هكذا فالحكم هكذا طبعا لن يعللوا هكذا بما قلت أنا لكن ستلحظون أنهم بنوا بنوا هذا الحكم على وهذا اللي كنت أريد أدخل فيها لكن من علي أجلها السبع القادم بنوا حكمهم على طبيعة الإنسان أنا ما أريد استفصل أنا ستظهر بعض الأجوبة واضح السؤال أو لمواضح؟ طيب ستجد أن أحكاما عندك في هذا الباب لو ذهبت تبحث عن المستند التي بنيت عليه ستجد أنه باختصار الله خلق الإنسان الرجل أو المرأة بطبيعة معينة فمراعاة لهذه الطبيعة فالحكم كذا واضح السؤال؟ واضح؟ واضح؟ واضح طيب ويندرج تحته هل هذه الطبيعة التي رعاها الفقهاء راجعة للخلق البدني لإنسان؟ أو النفسي؟ ستجد شيئا كذا وكذا أو؟ لا تجد؟ هذا بعد الفرز يعني إن شاء الله واضح السؤال الآن؟ أو نفسي شيء؟ هاي طيب يلزم كل من الزوجين العشرة أي معاشرة الآخر بالمعروف هذا فقرة جديدة شوفوا مثال عفوا فقرة ممكن تكتبونا بداية الواجب قال بالمعروف حدد؟ ما حدد؟ هذا مثال على الأول اللي هو هما أرجعوا للعرف العرف والعرف يتغير أكتبها أو الشياء ترى يحتاجها الاثنين يحتاجها الاثنان القاضي المفتي أو المفتي يعني إذا كان فيه نصح وكذا سيحتاج المفتي يعني إجعلها عباءة المفتي فهو مردها إلى المعروف والمعروف يتغير هو التغير ليس فقط بتغير الأزمان ولا حتى أيضا بفقط تغير الأماكن أيضا تغير الجيل تغير الجيل قد يكون الكبير إذا احترم زوجته ويناديها بأم فلان بأولادها لكن قد يكون المتزوجة حديثا سيغضبها هذا النداء فبالمعروف لن تجد حكما أشمل وأدق ويمكن تطبيقه على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال مثل هذه العبارة الآن الفوق هادخ بدأوا يدخلون في بعض التفاصيل فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذن ومنة بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف سؤالي من قال لهذه الفقهائي بأن هذه هي العشرة بالمعروف أو طبعا لا يلزم أن يكون هذا كل المراد لكن هذا من العشرة بالمعروف من الذي قال فلا يمطله بحقه هي العشرة بالمعروف وتلحظون الآن السياق سياق إيجاب والاستحباب يلزموا فلا يمطله لأنه كده استصعبتها شوي صح يعني لو أجل يأثم لم يأثم الآخر يأثم يتكره يعني لو جاب الزوج الأغراض أتعبتون واشغلتون وإلى آخره وسلمها آثم أنا ما قصرت وأنا سويت وأنا 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 إلى آخره أو قالت الزوجة أنا أفنيت عمري وراك وسويت وما فعلت وما تركت يأثم أو تأثم قولي تعالى وعشرون بالمعروف وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ما رأيكم من أين أتوا بهذه ما في جواب طيب وينبغي ضعوا أصبعكم على هذه العبارة سأرجع لها إن شاء الله وينبغي إمساكها مع كراهتها فالآن خلع ما هذا الحكم ما هو للقاضي أصالة وإن كان القاضي قد يقول يمسكها وكذا لكنه ليس عمل القاضي الأساسي واضح الآن وينبغي إمساكها مع كراهته لها لقوله تعالى فإن كرهتمون أبع سأن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال ابن عباس ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا وكثيرا ما تسمعون بقصص الرجال والنساء أنهم حمدوا العاقبة ولا أقولوا كثيرا ولا أقولوا دوما أقولوا كثيرا وإلا لما شرع الله الطلاق لو لا أن بعض الصور أو الأحوال الإمساك أو استمرار الزوجية غير مناسب لما شرع الله الطلاق فبما أن بعض الصور أو بعض الأحوال يشرع فيها الطلاق فدليل على أن ليس كل أحوال هذا الزواج قائم على الاعتدال بل الأولى إنهاء هذا العقد لكنه ينبغي إمساكه إمساكها مع كراهته لها مع كراهته لها أي نعم هل الآن ينبغي الإمساك مع شيء آخر ولا فقط إذا كان القضية راجع إلها هذا تغشيش في الجواب ترى السؤال الثاني الكراهة قلبية لم يدمروا إلى ما صدروا منها مثلاً للمالبات أو نظامات ستاتي ستاتي أو سوء أمداء منها طيب هل ينبغي للمرأة الصبر على الزوج حتى مع كراهتها له نعم عندها دقيق وينها لا أنا أريد عند الفقهة أين هي لأن هذا من المعاشر والمعروف جميل بس أين ذكروها أو ليس هذا موضعها المفضل أن تكي يتكلم عنها في الخلع طيب لكن أين ذكروها في الروض ستجدونها إن شاء الله لأن القلب يتغير القلب القلب يتغير فقد ينقلب الحب بغضا وقد ينقلب البغض حبا وقد ينقلب البغض حبا ولهذا عمر عمر عندما قال له رجل أني أريد أن أطلق زوجتي قال لما قال لا أحبها قال كل بيوت تبنى على الحب أين المودة والرحمة وأحيانا بعض الحب يكونوا مخفيا لا تبينه إلا صوارف أيام أو الأحداث التي تقع للإنسان ولهذا من حكم العامة عندنا كبار السن دوما يقول الله لا يبين غلك يعني بمعنى أتمنى أن لا يظهر حبك طبعا هي العبارة ظاهرها لا أظهر الحوال لو وقع لك شيء لبانى هذا الحب لبانى هذا الحب ومع ذلك يقول أو يقول الكبير في السن أتمنى أن لا يقع ذلك أنا مبشر فلأن كثير من المشاعر يعني تخفيها الأيام كثير من المشاعر تخفيها الأيام لأن الإلف والعادة لشخص معين يجعل تلك المشاعر تختفي ويأتي بدلا منها الاعتياد اليومي أو الروتين اليومي وأما ما يروج له وهو يعني في بعض جوانبه حسن لكن المبالغ فيه بدل أن تجمل البيوت هدمت البيوت عندما يصور يعني بعض من يتكلم عن العلاقات ونحوها أن البيوت لا بد أن تبنى على حب وغيرها وإلى آخر وكذا هذا صورة جميلة أكيد لكن عندما يصور أن البيوت لا تبنى إلا على هكذا إلا على هذه الحالة فإنه يؤدي إلى بعض الأزواج أو الزوجات أن ينفر من هذا البيت لأن الصورة الوردية الجميلة التي رسمت له لم تتحقق مع أن الصورة هذه قد لا تتحقق إلا في واحد في المائة أو أقل منها عندما سألت وحداهن وهي كبيرة في السن وقالت يعني أني تزوجت مرتين وطلقت قلت يعني أنت طبعا ليست مسلمة غربية قلت أنتما حتى الواحدة منكم تجرب الزوج قبل أن تتزوج جربت عددا منهم ولم يعجبك وتزوجتي مرتين وأيضا طلقتي يعني إيش السبب واحدة ما تقدم على الزواج حتى تتأكد جيدا عندهم قالت بهذا العبارة كنت أظن أن لا يمكن البيت سعيدا حتى يكون مثل ما أرى في أفلام الهوليود في أفلام الرومانسية وغيرها هذه اللحظات جميلة جدا وأتمنى أن تكون في كل البيوت أتمنى أن تكون في كل البيوت في كل الأوقات لكن يعني جبر الله الناس على التغير واليوم يكون تكون المشاعر قوية وفياضة وفي الأسبوع القادم يحصل لها نوع من الفتور وبعد شهر شهرين ترجع مرة أخرى المهم هو وجود مودة بينهم وجود رحمة بينهم وجود احترام متبادل بينهم يجعل هذه البذرة يعني تعيش أكثر وتسقى وستنبت لأنها هي موجودة هي موجودة ولهذا يقولون بعض اللي يتكلمون في العلاقات أنه كثير من العلاقات الزوجية هي على شكل اليوم تبدأ قوية ثم تنزل تضعف ثم ترجع مرة أخرى عند كبار الزن بشكل أقوى وكبار السن عموما والحب عندهم جانب مظلوم مظلوم لا يبين أنا أتمنى أن أقرأ كتاب في حب الكبار كبار السن تراموا يألفون نساءهم وهي تألف زوجها ويكون بينهم من الحب والمودة والارتباط الآخر بهم قد يكون أكثر مما عند الشباب لكنهم لا يعبرون في كثير من الأحيان عن ذلك ولو تقصيت بعض القصص الموجودة وجمعت في كتاب لكان كتابا لطيفا وكان إنصافا لهذه الفئة التي هي أصلا من أكثر فئات المجتمع تدفقا بالعاطفة لكن هذه العاطفة لا يركز عليها ولا ينتبع لها خصوصا إذا قوبلت أحيانا بنوع من السخرية وهذا من اللؤم في التعامل معهم هم يملكون قلوبا رقيقة فيارة بل قد يكون الشاب نحو يملك يعني يكون في نوع من الغلظة أكثر من كبير السن فكبير السن خلاص تغيرت طباعه وبدأ في كثير من الأحوال يميلوا إلى الليونة والسهولة كيف؟ أقول ألانة الحياة نعم ألانة الحياة ألانة الحياة نعم لهذا ترى سجلت عند الأساتذة الكبارين أنا قلتكم ضعوا أصبعكم صح؟ طيب قال الآن ضعوا أصبعكم عليه قلت ضعوا أصبعكم عليه وأنا الآن أقرأ في الزاد ما الفرق عن ما عندكم ويحرموا نطلو كل واحد من الزوجين بما يزمه لزوج الآخر والتكره لبذله أي بذل الواجب لما تقدم ما الفرق لا 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 ما أدخل الآن ناظر زين لا مو بينبغي ما قال ينبغي أول لا 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 أنا قلت لكم اللي قبل اللي قبلها مو بينبغي ارجعوا أقرأ أرجع أقرأ معكم طيب ويحرموا بسم الله طيب قال يلزموا يلزموا وأنت جملة من الزملاء قالوا أنه يلزم يعني يجب الآن فلا يعني هذا تدلع التحريب عندهم يمطله بحقه ولا يتكره لبذله هذه صح زايدة ولا يتبعه أذن ومنه لكن الآن لكن الآن بعدها ضعوا الوصب عليها مرة أخرى حتى إذا الآن يقول لك ويحرموا مطلو كل واحد والتكره لبدله ما الفرق طيب يقرأ الزاد يعني هل البهوتي أضاف حكما جديدا على الزاد ويحرم مطلو كل واحد نعم المطل بما ينزمه طيب طيب يعني يعني في ناس مثلا لو الزوج مثلا يحرم مطل لكن الأول فيها 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 معروف ما لا هو بالمعروف بالمعروف هو قام استخدام لك صيغة التحريم فلا أنترى ما في فرق أيضا في فرق بينهما وهو يلزم الزوجين العشرة بالمعروف فيها الأمر بالمعاشرة بالمعروف في كل يعني في كل في التعاملات عموما الثانية الثانية النهي عن المطل بالحكم بالتحريم فيه فثاني يعني نهي أخص هذا يحرم هي عبارة يعني ما الفرق بين إذا قلت لك يحرم والمطل وإذا قلت فلا يمطل لا أنا كنت أتكلم عن عبارة الزاد فقط لا 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 أتكلم عن الروض الروض هو اللي يدخل عبارة عبارة الزاد ما فيها مشكلة يعني هل عبارة الروض أضافت حكما جديدا على المشايخ طب التوضيح ورا بعض متكرر حقيقة العبارة عندي فيها مشكلة وخصوصا الأصحاب لا يكررون لا يتكررون هذه العبارة وفي أكثر من موضع البهوتي يفعل ذلك يذكر شيئا في الشرح سيأتي لاحقا في الزاد فلو حذف من شرحه لن يضر موجود أمثلة مثلا مثلا في التيمم وفي غيره فيبدو أن البهوتي أثناء الرجوع للمصادر يكتب هذا الشرح ولهذا يعني ما أرى أنه فيه حكما جديدا ولو حذفت هذه الفقرة اللي قبل لما تغير شيئا والمفترض أن يكون الشرح تحت الآن ما رأي يقول ويحرم ومطلوب والتكره لبذله ما عجبتك والله ما عادل أنا حس فيه فرق يعني حس فيه فرق بين الكلام هنا والكلام بيني وبينك السبوع القادم طيب إن شاء الله تأملها وتأمل ما دليلهم على التحريم معاناكم ستجدون أن كلامهم يعني قوي وإن كان الناس يتساهدون فيه الأصل في الأوامر لا هم لأنه الناس معتدين على هذه الأمور يعني يستغربون يقول ترى هذا حرام يعني أسأل أضرب مثالا لو كان من حق زوجتي أن تأتي بالأغراء أو تأتي بالنفقاتي أو تأتي بأشياء معينة ويتأخر اليوم واليومين أنتم بتقولون إن الناس معتدين على تأخير مثل هذه الأشياء اليوم واليومين وتقبلينها لكن الفقه لم يتقبلوها الآن يحرم لكن أرجع أعطيك مفتاح للحل شوية لاحظ ترى الأشياء اللي فيها حق واضع محاققة اللي فيها الخط الفاصل الدقيق هل هي كثيرة كيف أيها فإذا رجعت وفرزت المسائل واخدت المسائل واجبة التنفيذ غير المستحبة وكذا فستجد جرب اجمعها لك عندك ستجد أنك ستقول كما يقول الفقهاء ويحرم وصلا لو جينا بما يلزمه توقع الصفحة القادمة وكذا لما ذكر التفصيل يلزم الغنية إلى غني والغنية إذا كان زوجها غني طعام كذا وكسوة كذا لا هذا في النفقة طيب هذا هي مثلا مثلا يعني إذا أخذنا النفقة كمثال بما يلزمه يحرم لو كان مثلا كسوة في شاء وكسوة في الصيف مثلا كما ذكروا وما أتى بها قطع الآن قلم الفقه والمفتي عفوا المفتي أو القاضي هنا قاضي قاضي نعم ما يحتاجها المفتي يحتاجها بس يحرم لكن يلزمه هذا عند القاضي أو نقول ترى مو احتمال ترى فيه احتمال يمكن أغششكم فيك إذا ما أدري يشوفوه صحيح أو لا من كل ما يحتاجه القاضي يحتاجه المفتي إذا استثنينا البينات والإثبات وما غير سأضربكم مثال يكون واضح الفرق بين المفتي والقاضي ذكر هو أنها إذا زعمت الوط يوذيها صح؟ فعليها البينات صح؟ هذا قلم من؟ قاضي لا أشك فيه الفقه لن يتكلم بهذا الاسلوب سيقول ماذا؟ الفقه ماذا سيقول؟ هذا وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينات هذا قاضي طيب كن فقها ماذا ستقول؟ حفظ المفتي توقع أنه سيتوثق يتوثق؟ لا يعنيه لا يعنيه يذكر الحلق هذا الكلام يضع ها؟ ها؟ لا أعنيه شيخ ماذا سألت ماذا عن الضوء أقصد أنه يعني يعني سيفتي زم زم يعني لو سألت امرأة أعيد السؤال لو سألت امرأة ذا قالت أنه وطأه يؤذيني ماذا سيقول؟ نعم حسن يقول لا يجوز له أن يؤذيها فقط ما يعنيه أن يقول هل لك يبين أكيد أنتم نصباء أنتم تكذبون أنتم مجبعا أو إذا جاء رجل يقول لا أن تكذب وأنتم تبالغون وأنتم تظلمون النساء ونحو ذلك هذا ليس عمل الفقه فهذه يعني تغشيشة سريعة كذا الأشياء التي فيها بيّن وما بيّن هذه عمل خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هل أبو سفيان شحيح أو ليس بشحيح طيب الشيخ ما أتى هذا الحديث في موقع قضاء وين خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لأنه رخص لها أن تأخذ أين البينة على أبي سفيان نعم نعم طبعا في خلاف في فهم الحديث عموما لكن الآن الآخر الذي يظهر لنا الراجح أنه أفتب بعمل مفتي كيف حتى لا نستعجل في الحكم على ذي العبارة قالينوها بكتب الأصحاب جيد قالينوها بكتب الأصحاب طب الآن سيتكلم عن مساء تتعلق بتسليم المرأة ولاحظوا الآن هذا أيضا الباب وكرر ما ذكرته سابقا ناس بينهم زواج وما زواج وإلى آخر متى تحدد الزواج ومتى تحدد الزواج هذه أشياء اجتماعية راجعة التفاصيل يعني أنت راجع لحياتهم اليومية وراجع لقناعاتهم الشخصية هنا إذا ذهبنا للمحكمة يعني مو الآن الفقية وكرر على هذه الفقية لا يقول لكن يجب خذها واذهب واللهي يلا سلمي لا الآن وكرر على هذه لأنه بعضهم بدأ يفهم كلام الفقه بغير محمير الموجود في كلام في كتبهم أو في مدوناتهم الفقهية لماذا يتشددون في بعض الجزيات لماذا يذكرون بعض الجزيات وكرر على ذلك هم يكتبون في كثير من الأحيان بقلم القاضي وقاضي يعني هذا حق لهذا وهذا الحق لهذا ويفصل بينهم وإذا تم العقد لازم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها وهي بنت تسع ترى هذه في الحاشية رشيخ عبد الرحمن علق عليها حاشية بن قاسم ها ترجع للعرف ولا إيش هاي شوفوها هذه عشانها تصلح لكم ولو كانت نضوة الخلقة فإنها تسلم قال ويستمتع بمن يخشى عليها إذا كانت نضوة الخلقة كحائض ما معنى كحائض ما معنى الحائض يحرم وطوها وله أن يستمتع بما دون فكذلك التي مثلا صغيرة أو كان في وطئها ضرر يستمتع بما دون الصغيرة بيأتيك ما تسلم نعم الصغيرة ستأتي بعد قليل لا تسلم فوق تسع وعليها ضرر في الوطن طيب فألحق الحكم التحريم تحريم الوطن وجواز الاستمتاع بما دون طيب يعني الكاف هذه إيش معنى أنا أوليد الكاف تشبيه تشبيه نعم تشبيه بليل تمثيل كما تستمتع بالحال قياس هل هي نفس الكاف ولا يصلي خلف فاسق ككافر يعني أموت في نفسي شيء من كاه والأخوة والأخوة اللي عملوا في إثراع على طبعة الراب أتعبتهم كافات البهوتي لأنهم يحتاجون يلونون التعليلات بالأزرق أو الدلة المعنوية بالأزرق فالكاف هذه غششته إلا 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 اقرأ هذه الكاف هذه إما للتعليل أو للتنفذيل في معنى أفلك نبايد الحصر لأنه مالك مالك حيانا يقضي للتنفذيل من الحصر من خلال تأمل كتابات البهوتي من خلال تأمل من خلال التأمل في استعمالات البهوتي لهذا الحرف الحرف الكاف يظهر أن البهوتي في الروضي وفي غيره وكثير من الفقهاء أيضا يستخدمون الكاف لثلاثة معانين الأول للاستدلال أو للتعليل يعني سنقول أعمل الاستدلال لأنه قد يكون قياس يعني الكاف هذه تكون قياسا وهي ما قرأت شرح المنتهى لابن النجار قال ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض وقد تقدم أنه ليس له أن يستمتع من الحائض إلا بما دون هاي قصدك العبارة هذه نعم هذه ظنيت المعاني هذه سأخبرك كيف تعلم بهذه الطريقة كيف أعلم الفرق طيب أعيد نعم شيء طيب البهوتي وغيرهم من الفقهاء يستخدمون الكاف لمعانين عدة يظهر لي أنها تدور حول ثلاثة معانين المعنى الأول للاستدلال المعنى الأول للاستدلال يعني غالبا يستخدمون قياس وهذا ظاهر يعني يقولون كصلاة أو كصوم يعني أو نحو من الفاضة التي يقيسون مثلا شيء على شيء آخر والمعنى الثاني التمثيل كما ذكر بعضكم المعنى الثاني التمثيل يعني مثل عندنا في هذا الباب يقولون كظفر صح الله فيمثلون يقولون كظفر أو نحو ذلك من الأمثل والمعنى الثالث والمعنى الذي قد يلتبس أحيانا لنسميه التفريع لنسميه التفريع يعني هذه المسألة فرع عن تلك المسألة أو هذه الفرع مثل هذا الفرع يعني يجعلون حكم هذه المسألة مثل حكم هذه المسألة وهذا ما معنى الآن يقولوا يستمتعوا من يخشى عليها كحائض يعني كما يستمتعوا بالحائض ما سبق أن ذكرته لك أيوة طبقه هنا فيحيل الآن الحكم يحيل الحكم على ما سبق والتفريع أحيانا يذكر يعني يريد أن يجعل حكمها كحكم فرع سابق وأحيانا يريد أن يذكر لك حكما جديدا وهذه قد تشكل أحيانا في ألفاظ خاصة المتون صاحب المتن أو صاحب الشرح المختصر يريد أن يذكر لك أكثر عدد ممكن من الفرور فماذا يفعل ينظر هذا الفرع بفرع آخر أنت عندما تقرأه تظن باديا الرأي أنه يقيس أو أنه سبق ذكره ذكر هذا الفرع فهذا الفرع مثله لكن الحقيقة هو يذكر حكم فرع جديد كما مثلا في عندما ذكر لا يقتص من جرح قبل برئه ثم قال كما لا تطلب لهدية فالآن أنت قد تقول أهل قياسة هو أصلا صاحب الزادي يذكر أدلة أو أقيسة يذكر أو ذكر في موضعين أو موضع لكن الأصل عنده ألا يذكر الأصل عنده أن لا يذكر إلا ما شذ فالأصل هو لا يذكر فهو لا يريد لك أن يقيس فأخرجنا ولا يريد أن يمثل لأنها واضح أنه ليس كمثال إذن هل هو للتفريع نعم للتفريع أين ذكر أن لا تطلب الديا قبل أصلا كتاب الديات سيأتي وذكرها في الجنايات الديات ستأتي هو يريد ذكر حكم جديد ولذلك مواضع عدة فهذا الذي يظهر لي من استخدامات الفقهة ولعلكم تتأملون وتجدون أشياء أخر فأتحفوني فأتحفوني بها لكن يأتي سؤال خصوصا في المختصرات أو في الشروح المختصرة أيضا يعني في المتون أو في الشروح المختصرة كالروض يشكل ذلك كيف أعرف غالبا أنك ترجع للمطولات وخصوصا أصل الكتاب أو أصول المؤلفة التي يرجع إليها مثلا عندنا فرد ترجع المبدع والمعونة للمصنف المنتهى ابن النجار يترجع في تبين لك يتبين لك ومن المثلة التي ذكرها زميلنا الآن عندما ترجع تجد أن المعنى واضحا وهو أنه أيها تمثيل وقد تقدم أنه ليس له أن يستمتع من الحائض إلا بما دون الفرج إذن هو يحيل لك هو الآن يستمتع بمن يخشى عليها يعني عشان يتضح الفرق الآن هل هو يريد أن يقرر لك أنه يجوز أن يستمتع هذا المراد إذن هي كاف للاستدلال كما يجوز له أن يستمتع بالحائض يجوز له أن يستمتع بمن يخشى عليها هي ستحتمل قطعا تحتمل وقول لك هذا متعب أحيانا في العمل لكن هنا كيف نعرف ماذا يريد إذا كان قياسا قد يكون القياس تقول قياس مع الفارق يشير الرابط بينها أو يقول لك أنه إذا استمتع الرجل بمن يخشى عليها فإنه يستمتع بما دون الوضع ما هي العبارة في شرح المنته الآن ارجع لها وشف ما الذي يراد قال وقد تقدم أنه ليس له أن يستمتع من الحائض إلا بما دون الفرج إذن أيها يريد يريد هذا تفريع السابق حكم سابق يريد البناء يعني يقول العبارة لو أردنا أن نغيرها يقول ويستمتع بمن يخشى عليها بما دون الفرج كذا واضح ما يريد تقرير أنه يجوز أن يستمتع فقط واضح واضح طبعا عبارة كلمة تفريع قد ما تكون دقيقة هي فقط بناء بناء فرع على فرع هذا اللي أريده أو يقول هذا الحكم حكم هذا الفرع مثل هذا الفرع أو نظير هذا الفرع أو نحو ذلك لو سمحتوني أن أقف عند هذه النقطة بعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل بمشيئات الله وصليه وسلم وعن نبينا